بسم الله الرحمن الرحيم فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجمال نسفت وإذا الرسل أبقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجربين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأبواتا وجعلنا فيها رواسي شالخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يؤني من اللهب إنها ترطني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل له بركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة